فيديو النهاردة نتكلم عن مواعيد مباريات الاهلي الودية في شهر سبتمبر الفين اتنين وعشرين هنبدأ باول مباراة هي مباراة الاهلي وبترو جيت اللي هتتلاها ببكرة ان شاء الله يوم واحد وعشرين سبتمبر الفين اتنين وعشرين المباراة الحد دلوقتي هما قالوا اربع العصر بتوقيت الكاهر فمش عارفين المباراة ده برضو التوقيتات بتاعتها بتتغير في اي وقت لكن الحد دلوقتي اخر معاد هو اربع العصر بتوقيت الكاهرة آآ والمباراة تتلايب على ملعب التيتش وقناة الاهلي هي اللي هتزيع المباراة عندنا تاني مباراة هتكون يوم خمسة وعشرين سبتمبر الفين اتنين وعشرين والمباراة هتكون ما بين الاهلي وفريق اسوان الصعد حديثا للدور المصري والمباراة هتتلايب على ملعب التيتش عندنا تالت مباراة هتكون ما بين الاهلي وطلع الجيش هتكون يوم تسعة عشرين سبتمبر الفين اتنين وعشرين. والمباراة هتتلعب على ملعب السلام. وبكده يكون دولة التلات مباراة اللي هيتلعبوا في شهر سبتمبر. ودلوقتي في اخبار عن اصابة اللعب البرازيل برونو سافيو. الصفقة الجديدة ليه النادي الاهل واللي كلفتهم مليون ونص يورو. طبعا الاخبار دلوقتي بتقول ان هو عنده شد في العضلة الخلفية وممكن يعني يكون ارهاق من ضغط التدريب. فما نعرفش لحد دلوقتي ما اعلنوش رسميا هي اصابته ايه. فنسبة كبيرة طبعا هو مش يلعب المباراة الودية امام بترو جيت. فبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو ربكم الفيديو. عجبكم ما تنسوش تعمل لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيات عشان صلى الله كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله.